السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفة نيث كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم وانتم في تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد العاصير اللي كيجي رائع وهائل بثلاث مكونات فقط بدون فواكه هاد العاصير لي ما كيختانيش دائما في كل رمضان كنحضروا لي انه كيجي لديد وكيعجب الاطفال سواء صغار كيعجب كذلك الكبار كيجي رائع مكوناته بسيطة وسريع في التحضير كينفع كذلك لكانوا جينكم ضيوف على غفلة وما كانش عندكم الفواكه ففعلا راه كيجي راقي جدا في الماداق لديد لديد وروعة غادي ينفعكم 100% وشوفوا راه كيجي خاتر وتقيل على بركتي الله غادي مدى في التحضير كنجيبوه اولا نصف لطر من الحليب كنوضعوه في واحد الكاسرونة ثم كنوضعوه على النار وكنخليو هاد الحليب حتى كيغلي غادي نتشوفوا معايا كيفاش كيولي يعني ماشي غير كيسخن لا بل كنخليوه هنا هانتو ما شفتو معايا بدا كيغلي يعني كيبدا في درجات الغاليين مع ذلك ما غاديش نطفعو عليه النار كنخليوه حتى كيفيض كيما كنقولو حتى كيولي بهاد الشكل من بعد غادي نطفعو النار وغادي نبدو غادي نحتاجو الواحد الفلون او الكريم كراميل بنسبة الدول العربية الى استعملتو هذا للحجم دياله الصغير كيكون بدون سكر فاغتضيفو السكر ممكن ايضا استعملو احتى هاد النوع كيكون بدون سكر انا غاستعمل هذا اللي هو بالسكر للوزن دياله خمسون غرام الى استعملتو الحجم الصغير فراكم غادي اضيفو ثلاثة ملاعق من السكر الى استعملتو الحجم الكبير راه فيه السكر هذا هو الفرق بينهم وبالنسبة للضوق فعملت ضوق الفانيلا انتو ما غا تعملو الضوق اللي بغيتو هنا عملت الفانيلا كيما قتلكم اختارت اني نعمل الفانيلا ممكن تعملو حتى ديال الموز كيجي رائع جدا الان غادي نحركو جيدا جيدا حتى كتحسو بان السكر اللي كين في الاسفل ديال فلون ديب كنغطيو بحض الغيطة وندخلوه للتلاجة ونخليو حتى كيبرد تماما كيما كتلاحظو معايا هنا يخليتو في التلاجة بعد ما برد وتماسك ولا على هاد الشكل كنجيبو الان على بركتي الله الخلاط الكهربائي ثم كنوضعو فيه هاد الخليط ديال الفلون هاين اهنا عملت فانيلا كيما قلتلكم لذلك غادي نضيف لي واحد العلبة ديال الياغورت بنكهة الفانيلا كتعملو النكهة ديال الفلون اللي استعملتو عملتو الموز غادي تعملو ياغورت او لا زبادي بالموز استعملتو ممكن تعملو حتى الطبيعي الا يعني لا بغيتو ما دلقيتوش انكها لمناسبة تعملو الطبيعي من بعد كنحتاجو الكاس من الحليب ما يعادل ميتين ولا ميتين وخمسين مليليتر يعني ربع ليتر من الحليب يعني رغم ان انا كنضيفو هاد الحليب وكنضيفو الياغورت راه كيبقى يجي عاقد يعني كيجي واحد العصير اللي هو تقيل غادي نخلطو المكونات كلها جيدا مع بعضها من بعد غادي نجيبو القنينة فاش غادي نوضعوه اولا الكاس دي العاصير وكنوضعو العاصير كيب ما شفتو معايا راه كيجي تقيل هنا يا راني سريك الفيديو اللي يعني سريتوه الضيف ومن بعد غادي ندخلوه التلاجة راه غادي زيد ايقاد ويولي متماسك اكتر والان غادي نحضروه التاني اللي غا نعملو مصفليتر من الحليب ممكن تعملوه بالطريقة الاولى اللي عملتوه لبها الطريقة اللي غا نعمل فيها التاني يعني اللي بغيتو بغيتو تخليو الحليب يغليه والول بغيتو تضيفوه من الاول لفلون ضيفوه على بركتي الله هنا غادي نعمل فلون ديال الفريز اللي الوزن ديالو خمسونة غرام اللي هو كدلك بالسكر إذا عملتوا الصغير اللي بدون سكر غادي تضيفو ثلاثة ملايق كبيرة من السكر بسم الله غادي نضيفوه الخليط دي نصف لتر من الحليب وغادي نحركو الأخوات في الدول العربية عملو الكريم كراميل ممكن تعملو حتى البودنك ولكن الكريم كراميل كيبقي أفضل غادي نخلطو حتى كنحسو بالسكر شوية داب كنوضعوه على النار وهناي على النار كنبقا نحركو يعني نستمرو في التحريك حاولو يعني ما تغفلوش عليه لما حركتوش را غادي التعثق لكم بالأسفل ديال الإناء غادي تحرق لكم في الأسفل لذلك من الضروري يعني الأخوات اللي كي حضروف له راهم كيعرفوا الطريقة أنا كانت بتوضيح فقط الأخوات للمبتدئات المهم كنستمرو في تحريك هوا هنا راح بدأ بالغاليان رغم أنه كيغلي فكتخليو كتزيدو تحركو وتتخليو الواحد المدة ديال جوش دقايق أو لدقيقتين هو كيغلي لاش يجيكم متماسك ويجي العصير كذلك تقيلو متماسك إلا ما تماسك لناش الفلون جيدا فرع العصير كذلك ما غاديش يجي القوام ديالو تقيل شفتو كتخليو بهذا الشكل حتى تمر واحد مدة ديال دقيقة من بعد غادي نتفعو النار وغادي سواء تخليوه برد في الإناء فاش حضرتو أو لا تعملوه في إناء أكبر أنا عملتو في إناء أكبر غادي نخلي حتى كي تزول منه البخار من بعد غادي ندخلو للتلاجة أو للمجمد إلا كنتو منزروبين وما عندكم في الوقت الآن غادي بعد ما هنا تماسك أنا هنا هالتاني اللول يعني دخلتو للتلاجة لكن هالتاني ردخلتو المجمد فبرد بسرعة لكن ضروري 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 أن هاد تخليوه لما تدخلوش للتلاجة يتزول منه البخار الآن بما أننا عملنا في لوم النكهة ديال الفخيز فغادي نضيفو الياغورت أو الزبادي بالنكهة ديال الفخيز كما قلت لكم ما لقيتوش نفس النكهة ديال الفلون غادي تضيفو الطبيعي أو لا الزبادي من بعد كذلك كنحتاجو الواحد ربع لتر من الحليب أو لميتين ميلي لتر كيبقى لكم الاختيار على حسب كيفاش بغيتو يجي العاصي واش متماسك مزيان ولا متماسك غير شوية هنا يضفناه الخليط وغادي نطحنو كذلك أو لا نعصرو المكونات كلها جيدا مع بعضها حتى كتنساجم هنا رأي لا بغيتو ممكن تعملو الخلاط الآخر اللي كيكون ميكسر اللي كيكون هكاكة هزوب ليد ديالكم طبعا راه نفس النتيجة على بركة الله غادي نفرغوه الآن في القنينة ديال التقديم وغادي ندخلوه للتلاجة وكنخليوه يبرد وقدما كيبرد راه كيزيد يتماسك وكيزيد يجي عاقد أكتر وكيما لحتوا معي راهنا كل العاصير كيعطينا لتر واحد رغم أننا ندري لغير نصف لتر من الحليب وكنحصلوه على لتر من العاصير هنا على بركة الله شوفوه ما شاء الله كيفش كيجي يعني كيجي عاقد بغيتو تزيدو تضيفو لي الحليب باش يجي يعني جارع لهكا أو ليجي سائل أكتر من هكا راه ممكن تضيفو ليه كتر أنا هنا ضفت ليه 200 ميل لتر ممكن تضيفو ليه 8 ميل لتر من الحليب إلا بغيتوه يجي سائل بزاف راه كيجي رائع وكيجي بحل العاصير اللي كيتباع في العولب يعني العاصير اللي كيتباع جاهز للأطفال راه غاديعجب أطفالكم 100% وشوفوه كان وضعوه فيه اللوز ما كينزلش اللوز هذا دليل لأنه كيجي جد متماسك انتمنى تجربوه هنا لإعجابكم دائما ما سبخلوشة ليه بآراءكم تاليقاتكم ودعواتكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله